السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء الحادي عشر بعد الثلاثمائة من لقاءات التفسير ونحن على موعد مع اللقاء السابع عشر من لقاءات تفسيرنا لصورة النساء وكنا قد توقفنا بحول رب الأرض والسماء عند الآية الثانية والثلاثين ألا وهي قول الله جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولا تتمنوا ما هو التمني؟ تدبروا لنقف مع اللفظة لغة واصطلاحا فمعناها يحتاج إلى تفكر وتدبر ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض التمني هو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله التمني هو طلب شيء محبوب مرغوب لا يرجى حصوله إما لكونه مستحيلا أو لكونه ممكن اسمحوا لي أن أكرر هذا التعريف لمعنى التمني فما أجمله التمني هو طلب شيء محبوب ومرغوب لا يرجى حصوله لسببي إما لكونه مستحيلا أو ممكن لكن يصعب نيله والوصول إليه مثلا قول الشاعر في طلب أمر مستحيل لا يمكن تحقيقه ولا تحصيله قوله ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب هذا تمني لشيء لن يحصل لن يعود الشباب مرة أخرى أو يكون التمني لأمر وشيء يصعب نيله وتحقيقه والوصول إليه كما قال الذين وريدون الحياة الدنيا في قصة قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم هذا صعب تحقيقه ونواله أما إن كان التمني لشيء وأمر يرجى حصوله وتحقيقه والوصول إليه فيعبر عنه بعسى تدبر جمال القرآن وجلاله كما في قول الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده هذا أمر يرجى تحقيقه إن شاء الله ويرجى حصوله والوصول إليه أو يعبر عنه بلعل كما في قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فأدوات التمني في لغة العرب هي ليت وهل ولو ولعل أدوات التمني في لغة العرب هي ليت وهل ولو ولعل وعرفه الراغب في مفرداته بقوله التمني تقدير شيء في النفس وتصويره فيها ويكون ذلك عن تخمين وظن ويكون عن روية وبناء على أصل إما أن يكون عن تخمين وظن وإما أن يكون عن روية وبناء على أصل هكذا عرفه الراغب لكن لما كان أكثر التمني تخمينا وظنا صار الكذب له أملك فأكثر التمني ما لحقيقة له والأمنية هي الصورة الحاصلة في النفس من تمني الشيء أمنية كذا وكذا صورة تحصل في النفس وتتشكل وتتكون من تمني هذا الشيء فالنص القرآني العظيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض نص في نهي عام عن تمني ما فضل الله به البعض على البعض الآخر في أي نوع من أنواع التفضيل من أمور الدنيا والدين وعلى العبد أن يتضرع إلى الله جل وعلا وحده وأن يسأله وحده من فضله ونعمه وعطائه هو صاحب الفضل والإنعام والعطاء جل جلاله الذي لو وقف الخلق كل الخلق أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم لو وقف على بابه جل جلاله وأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر لأن الإنسان إذا رأى غيره يتقلم في نعم الله وفضله ووجد نفسه محروما من هذه النعم أو بعضها أو أكثرها قد يتألم قلبه ويتشوش خاطره وتتكدر نفسه وربما يتمنى زوال هذه النعم عن أخيه بل ويعتقد في نفسه أنه أحق بتلك النعم من هذا الإنسان الذي أنعم الله عز وجل عليه وهذا حسد محرم مذموم مرذول ففيه سوء أدب مع الله جل جلاله وفيه اعتراض على حكم الملك وفيه قدح واتهام لحكمة الحكيم العليم الخبير جل جلاله هذا الاعتراض وهذا القدح في حكمة الله قد يوقع صاحبه في الضلال وقد يزيل عن قلبه نور الإيمان والرضا فالله جل جلاله فعال لما يريد لاعتراض عليه في فعله لاعتراض عليه في عطائه لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون فأبواب القيل والقال مسدودة وطرق الاعتراض والشك مردودة فالعاقل العاقل هو الذي يرضى بقضاء الله وعطائه وهو الذي يصبر على بلائه ويشكر لنعمائه أما إذا لم يتمنى العبد زوال النعمة عن أخيه بل تمنى أن يحصل مثلها فهذا ما يعرف بالغبطة وهي أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لغيره من النعم دون أن يتمنى زوال النعم عن الغير هذه غبطة وتكون الغبطة هذه محمودة في فعل الخيرات وعمل الصالحات كما قال جل جلاله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين الحسدون بمعنى الغبطة ألا وهي أن تسأل الله أن يرزخك النعمة التي تحبها عند غيرك دون أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله في القرآن فهو يقوم به أناء الليل والنهار نعم هذا يغبط الله ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل والنهار هذا هو الذي يغبط الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول الحسد قسمان حقيقي ومجازي الحسد الحقيقي هو تمني زوال النعمة عن صاحبها وهذا حرام هذه خصلة من خصال اليهود أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فالحسد المحرم الحقيقي هو أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه أما الحسد المجازي فهو الغبطة هو أن يتمنى مثل النعمة التي عند غيره لكنه في الوقت ذاته لا يتمنى زوال هذه النعمة عن غيره فإن كانت تلك النعمة من أمور الدنيا كانت الغبطة في مثل هذا الأمر مباحة أن يتمنى ما عند أخيه من خيرات من نعم من أموال هذه غبطة مستحبة فالمراد لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل والنهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل والنهار هذه الغبطة المحمودة فالحسد هنا في الحديث بمعنى الغبطة بمعنى الغبطة فرق كبير جدا بين هذه الغبطة وبين الحسن والحقد والحنق والنقمة وسوء الظن سوء الظن بالله جل جلاله في عطائه وعدله وحكمه وحكمته وقد وردت بعض الأقوال في سبب نزول الآية ولا تتمنى ما يفضل الله ببعضكم على بعض وردت بعض الأقوال في سبب نزول هذه الآية إلا أن العبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ فخصوص السبب لا ينفي عموم النص منها مثلا ما رواه أحمد وابن أبي حاتب وابن جرير وابن مردويه والترمذي والحاكم وغيرهم من حديث أم سلم رضي الله عنها من باب الأمانة العلمية فهذا حديث مرسل أي منقطع ومن أهل العلم من حسن إسناده بل منهم من صحح إسناده وكالترمذيه قالت أم سلم رضي الله عليها يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو يعني وجاهد الرجال في سبيل الله ونحن في بيوتنا لا نخرج للجهاد تغزو الرجال ولا نغزو وفي لفظ لا نقاتل فنستشهد وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله تعالى الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ومن هذه الأسباب أيضا في نزول الآية أن النساء سألنا رسول الله الجهاد فقلنا يا رسول الله وديدنا أن الله قد جعل لنا الغزوة فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال فنزلت الآية ولا تتمنوا ومن هذه الأسباب أيضا أنه لما نزل قول الله تعالى للذكر مثل تحظ الأنثى قال الرجال قال الرجال إن لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا كما فضلنا على النساء في المراث فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء وقالت النساء إن لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة كما لنا المراث على النصف من نصيبهم في الدنيا فأنزل الله الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما هناك أيضا قول لابن عباس رضي الله عنهما قال لا يقل أحدكم لا يقل أحدكم ليتما أعطي فلان من المال والنعمة والمرأة الحسناء كان عندي وهذا يقوله جل الخلق ليتما أعطي فلان من المال والنعمة والمرأة الحسناء كان عندي قال ابن عباس فإن ذلك يكون حسدا فإن ذلك يكون حسدا ولكن ليقول اللهم أعطني مثله اللهم أعطني مثله فالملك الحق العدل سبحانه قد جعل لكل من الفريقين من الرجال والنساء نصيبا نصيبا على حسب ما تقتضيه حكمة الملك وحكم الملك وإرادته سبحانه وتعالى في المراث مما تركوا الوالدان والأقربون أو في النعم أو للرجال نصيب من ثواب الله وعقابه من ثواب الله وعقابه مما اكتسبوا من عمل للدين أو للدنيا خيرا كان أو شر وكذلك للنساء نصيبا مما اكتسب من ذلك كمل للرجال تماما وهذا المعنى هو الأولى والراجح لأن المراث ليس مما اكتسبوا الوارث وإنما هو مال الميت أو رثه الله للوارث بغير اكتسب منه وبغير عمل ولا مشقة ولا تعب ولا حرفة وإنما يتركه الوارث للورثة فبعد أنها الحق جل جلاله عن التمني ولا تتمنوا ينبه إلى قضية أخرى قل من يلتفت إليها في الآية ألوى قضية الكسب وقضية العمل الذي يتحقق به كل أمل والتعبير بصغة الاكتساب دليل على المبالغة والتكلف بمقابل التمني والتشهي كما تطلبونه وترجونه من الفضل لا ينال بالتمني وإنما ينال بالجهل والمشقة والبذل والتكسب والعمل بلا تواكل ولا كسل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ويلفت جل وعلا النظر إلى قضية العمل بعيدا عن قضية التمني فيقول سبحانه للرجال نصيب مما اكتسبوا مما اكتسبوا لابد من العمل لابد من الاكتساب لابد من السعي حتى في قضية الدعاء لابد من العمل ربنا تبارك تعالى في أواخر آيات صورة آل عمران يسجل دعاء أهل الفضل والإيمان من أولي الألباب والعقول النيرة والقلوب الطاهرة ربنا 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 يدعون الله جل وعلا خمس مرات وفي أواخر الآيات يقول سبحانه فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل معنى في مقام الدعاء وكان السياق يقتضي فاستجاب لهم ربهم دعاءهم أو فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع منكم من ذكر أو أنثى كلا كلا وإنما جاء الجواب فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فقضية الاكتساب قضية مهمة جدا وبعد أن أرشد الحق تبارك وتعالى إلى العمل والجهد والاكتساب يؤكد لهم أنه مهما أخذتم بالأسباب وسعيتم للعمل والاكتساب فإياكم أن تغتروا بهذا ولا تنسوا أن تتوجهوا إلى الرزاق سبحانه وإلى صاحب الفضل وولي النعم والعطاء وأن تسألوه فقال جل جلاله واسألوا الله من فضله الله ما أجمله ورب الكعبة من ختام واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما أي مهما أخذتم بالأسباب وسعيتم للعمل والاكتساب فلا ينسي أنكم ذلك أن تتوجهوا إلى الملك الوهاب وتسألوه من فضله اسألوه من فضله الذي لا يبلغه كسبكم فضل الله جل وعلا أعظم بكثير من كسبكم وسعيكم وعملكم ومشقتكم وجهدكم خذوا بالأسباب واعملوا لكن لا تنسوا أن تسألوا الله من فضله ولا تظنوا أن الأسباب وحدها تضر وتنفع وترزق وتمنع بل واسألوا الله من فضله من فضله العظيم الواسع الذي لا يبلغه كسبكم أبدا فالإنسان محكوم بضعفه محكوم بعجزه وفقره وجهله ولذا ختم الله جل وعلا الآية العظيمة بقوله إن الله كان بكل شيء عليم هو سبحانه عليم بما يصلح عباده فيما قسم بينهم ورفع بعضهم فوق بعض درجات في الدنيا والدين ألا تعترضوا ولا تتسخطوا ولا تسيءوا الظن بسيدكم ومولاكم جل وعلا بل سلموا لحكمه وارضوا بقضائه فهو سبحانه لم يزل ولا يزالوا عليما بما كان وما هو كائن وما سيكون ويعلم ما تضمرونه وما تخفونه في نفوسكم وصدوركم وقلوبكم لا يخفى عليه شيء فعلمه جل جلاله محيط بجميع الأشياء فهو عليم بما يصلح لهذا وما يصلح لذا عليم بما يصلح لكم ولكل واحد منكم من ساعة أو ضيق أو صحة أو مرض أو قوة أو ضعف أو عز أو هوان فسلموا تسلموا ولا تتهم الله في قضائه تفلحوا وتغنموا فسلموا تسلموا فسلموا تسلموا ولا تتهم الله في قضائه فتفلحوا وتغنموا لما تعترض على الملك في عطائه وتقسيمه للأرزاق بين خلقه وعباده هذا رزقه العلم وهذا رزقه المال وهذا رزقه الحكم وهذا رزقه القوة وهذا رزقه الصحة وهذا رزقه الزوجة الحسناء الجميلة الصالحة وهذا رزقه الأولاد الصالحين الله جل جلاله لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون يا أخي أنت لا تسمح لأي أحد أن يسألك عن عطائك لابن من أبنائك ومنعك عن آخر فأنت ما أعطيت هذا إلا لحكمة وما منعت الآخر إلا لحكمة أفتنسب لنفسك الحكمة في عطائك ومنعك وتنفي الحكمة عن الحكيم الخبير في عطائه ومنعه وهو الذي وهبك الحكمة أصلا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا وبعد أن ذكر الحق جل جلاله أن للرجال نصيبا مما اكتسب وأن للنساء نصيبا مما اكتسب بعد أن بين قبل ذلك أحكام المراث وحدد نصيب كل وارث يذكر سبحانه وتعالى أنه قد جعل لكل موالي من قرابته يرثونه فقال تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيد هذه الآية وهي الآية رقم 33 من آيات سورة النساء إنما هي مقررة لمضمون الآية السابقة ليرضى ليرضى كل واحد بما قسم الله جل وعلا له من المراث ولا يتمنى ما فضل الله به غيره عليه فالله سبحانه جعل لكل واحد من الرجال والنساء ورثة عصبة قد بينا بتفصيل يرثون مما تركه الوالدان والأقربون من المال أو انتبه أو جعل الله جل وعلا لكل من مات من الرجال والنساء موالي أي ورثة يقتسبون تركته عن طريق المراث ولا حق للحليف في هذه التركة بعد تفصيل أحكام المواريث لأن الحليف ليس من عصبة هذا الميت فالمعنى لكل مال تركه الوالدان والأقربون جعلن موالي أي ورثة يأخذونه بعد أن يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم من التركة وهناك من أهل العلم والتفسير من فصر الآية بحيث يكون الوالدان والأقربون هم الذين يرثوهم الموالي من الورثة من عصبتهم وهناك من فصر الآية بحيث يكون الوالدان والأقربون هم الورثة أي لكل واحد جعلنا له ورثة يرثون في تركته هم الوالدان والأقربون وجمور المفسرين نرون القول الأول كما قال ابن جرير رحمه الله فالموالها هنا هم الورثة ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون أي مما تركه والداه وأقرباء من المراث فالمعنى والله أعلم ولكل منكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثون مما ترك والداه وأقرباؤه من مراثهم فكل إنسان له ورثة وموالي فليقنع كل وارث بما قسم الله له من المراث ويرضى بحكم الله ولا يتمنى مال غيره فالمال يتداول بهذا المراث بين أصحاب الحق في هذا المال من الورثة جيلا بعد جيل يرث الوارثون ثم يرثهم من يلونهم من أصحاب المراث وهكذا في دورة لا تتوقف عند جيل أو بيت أو فرض إنما هي تداول مستمر فالموالي إذن هم من لهم الولاية على التركهم الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم أي أعطوهم نصيبهم المفروض لهم ولا تنقصوهم شيئا منه ففي صحيح المخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه وفي الحديث الذي رأى البخاري ومسلم وابن ماجة وغيرهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر أي قوموا بتوزيع المواريث وقسمتها على مستحقيها توزيعا عادلا فابدأوا بأصحاب الفروض الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطوا كل واحد منهم سهمها المقدر كما قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي من التركة زيادة عن أنصبة أصحاب الفروض فإنه يعطى العصبة وهم أقرب الذكر إلى الميت فالحق تبارك وتعالى عطف على قول تعالى ولكل جعلنا ما ولي مما ترك الولدان والأقربون عطف بقوله والذين عقدت أيمانكم من هؤلاء تعالوا بنا لنتعرف عليهم في اللقاء المقبل بإذن رب الأرض والسماء وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر